السلام عليكم مصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الكريبتو معاكم أخوكم أبو كريم وخلينا نبدأ اليوم طبعا اليوم في أخبار كتير إيجابية بتخص البيتكوين وعالم الكريبتو بشكل عام وحابب شارككم في هاي الأخبار وندرسها سوا ونشوف شو عم بصير طبعا في كتير أشياء صارت الفترة الماضية وحكيت عنه بكتر من فيديو أنه كان في كتير أخبار سلبية عم تضغط على السوق وراح نشوف هلا كيف الأخبار بدأت بالانعكاس شوي مع شوي وطبعا هذا الشي مهم لنعرف نحن كيف السوق راح تحرك بالمستقبل ونبني توقعاتنا وتحليلاتنا أصدقائي لازم نبه أنه قناتي تعليمية أصدقائي وليست نصيحة استثمارية السوق مثل أنتو شايفين متقلب جدا وفلوتليتي عالي يعني في ارتفاع وفي انخفاض عم بيكون بشكل قوي فلهيك أصدقائي بهاي الفترة خلينا نحن نشوف الفندامنتال يعني التحليل الأساسي والتحليل الفني وتحليل الشارع علشان دائما ناخد صورة أكبر عن الشي اللي عم بصير طبعا هاي الأخبار جدا ممتازة اللي صارت اليومين الماضين راح أحكي عنها وأول خبر طبعا فيه هو البليونير بول تريدر جونز يقول مثل بيتكوين سيأخذ كل الإنفلاشن تريدر جدا وفيد يقول أكبر أكبر هذا الشخص أصدقائي هو ليجندري أسطوري بمليونير بمجال التداول والأسهم وهو كمان من المؤسسين لمؤسسة روبينهود روبينهود معروفة في منصة روبينهود هلأ راح ندخل عليها قبل ما ندخل على الفيديو راح بس ندخل على الويبكي ديا وتعرفوا مين هو هذا الشخص هو ملياردير أمريكي هاج فاند اللي هو تبعا بالمضاربات وبأنت ما كتير نحن بهمنا هذا القصة يعني كتير معروفة روبينهود بمجال التداول أصدقائي فهذا شي مهم لازم نعرفه بالخلفية وطبعا ليش مهم هذا المقابل اللي عمله بول لأنه هذا من الأشخاص اللي كتير انفسر وحدان وأشخاص بمجال الترايدنج الفوريكس التداول بالبورصة بالأسهم بياخدوا رأيه بشكل كتير مهم يعني هو إله تأثير جدا بعالم البورصة والابتصاد فخلينا نشوف المقابلة طبعا على قناة CNBC وشو تكلم عن البتكوين أتكلم هون أنه أسألوه عن البتكوين وقال أنه أنا أحب البتكوين لأنه البتكوين ماث وهو عبارة عن الرياضيات وعلم الرياضيات كانوا قبل 2000 سنة ورح يستمر بس عم حاول تعمل ترجمي للأشخاص وعندما أن 2 plus 2 ستكون مقابل 4 و ستكون مقابلين في 2000 سنة لذلك أحب أن أفضل في شيء مقابل، مقابل، صحيح و100% مقابل بشيء مقابل، يعني نقدر نعتمد عليه نستي صادق لأنه تعرفوا أنه البيتكوين الغش فيه zero يعني خاصة بمجال البلوكتشين والبيانات اللي فيه اوكي لذلك البيتكوين لديه مقابل لأني لأنه هو طريق لأني أن أقوم بإمكاني بإمكاني مقابل أجلًا، سأظهر إلى المختلفة بين البيتكوين الغش في 2013 و البيتكوين الغش في 2021 أقول، كيف يمكن أن أجل هذا؟ أريد أن أجلًا لديه مقابلًا؟ يقين أنه هذا الشيء ضل ورح يستمر ورح يكبر اوكي سأظهر إلى المختلفة بين ترمب والبيتكوين أريد أن أجلًا لديه مقابلًا ومقابلًا بالمقابل الناس ومقابلًا بالمقابل الناس الذي نعرف أي شيء من ذلك هل تحب بيتكوين في هذه المقابلات؟ أنا هل تفضل البيتكوين حاليًا بهذا السعر؟ هذا جواب رأي هل تحب بيتكوين حاليًا بهذا السعر؟ مقابلًا مقابلًا أقول، حسنا، الأ唯一 thing that I know for certain is I want to have 5% in gold, 5% in Bitcoin, 5% in cash, 5% in commodities at this point in time. I don't know what I want to do with the other 80%. I want to wait and see what the Fed is going to do because what they do will have a big impact. What are you supposed to do? Okay, and with this question, you ask if you want to buy Bitcoin at this price or wait until you reach 10,000? Of course, when you ask about a number one, the people who don't have a number one, they don't have a number one. So you have to look at this. He didn't answer, he said to me that I love Bitcoin. Okay, and with this, I have to look at the profile. The profile is the profile of the market. The market is the market. He said that I have to look at 5% of the market Bitcoin, 5% of the community, like the gold, like the gold, like the gold, like the gold. What are you supposed to do in this environment? Well, I'm going to watch the Fed on Wednesday. If they treat these numbers, which were material events. So now, my friends, and this person himself, before a while, only 1% of the market was built for Bitcoin and crypto. From the years. So when it increases the value to 5% of the Bitcoin, it is currently in the position of the value of the gold. Your hedgehog company or the community, Islam HAS igualed to the contribution of the, put away 5$. When he increases the Bitcoin to this reticence, Listen to be among the trust to the important EMatur. And this is the right to the мира'sekenis world. His customers, and it affects the economy, of the投риз, andлы based on Bitcoin. You are mainly advertisers. So, the hands of the account. They want to market prices, hard markets. يعني هو يعتبر أسطوري بمجال التداول وبمجال البورصة والأسهم والقصص الثانية فهذا أول خبر ممتاز جداً أنا بشوفه رائع لعالم البيتكوين والكريبتو بشكل عام خلينا ندخل نشوف باقي أخبار وراح تشوفه الشيء المضحك يعني Golden Mansex expand crypto trading desk with ether future and option إذا بتلاحظوا أنا اتكلمت عن Golden Mansex يعني خلال الأسبوعين الماضين أصدقاء كانوا نزلين ضغط وكبس على البيتكوين للبيتكوين رح ينهار البيتكوين رح يوصل بالبير ماركت المستثمرين عم يهربوا من البيتكوين لأنه كذا وكذا وكذا فاليوم إذا بتلاحظوا اللغة تغيرت يعني Golden Mansex صل له شهر عم ينزل بالبيتكوين بمقالات جداً قوية وسلبية الآن يعني بتشوفه هون هون لعبة الحيطان أصدقائي وهون هون الأشخاص اللي يعني بتلاقي أحيان بيعملوا خبر وبعدين بيعملوا خبر عكسي فهذا الشيء لازم نتبهله لازم نتبهله لأخبار وشو عم بصير هون طبعاً الخبر الثاني بيقول البيتكوين رميتنس ان سيلفادور سيرش 300 اهيد اوف بيتي سي بيكون الليجال تندور يعني عم بيقولوا تدفق أو تحويلات البيتكوين زادت بحدود 300% تقريباً لسيلفادور أوكي خلينا نشوف إذا في شيء أخبار تاني طبعاً أنا هذا الخبر يعني مثل ما قلت شفته كتير كتير مهم أصدقائي حبيت شارككم فيه لأنه هذا من الأشياء اللي نحنا لازم نطلع عليها وهلأ منشوف نحنا حركة البيتكوين تقريباً عند الـ 40414 طبعاً ارتفع يوم أمس للـ 41 ورجع نزل طبعاً مثل ما قلت أنا بالفيديو الماضي أصدقائي مع أنه هاي الأخبار كتير إيجابية بس أنا قلت لازم يطلع البيتكوين خلف الـ 40 ويستمر تقريباً يومين أو ثلاثة ما يعمل هبوط عكسي لأنه هذا شيء كتير وارد يعني فبس يضل البيتكوين فوق هذا الخط ويستمر يومين أو ثلاثة ارتفاعه جداً جداً وارد والشيء الثاني كمان اتكلمت عنه احتمال كمان إذا ما قدر يستمر وينزل ممكن ينزل ويزور الثلاثينات يعني 33 و32 وبعدين يرجع يرتد فهذا الشيء كمان وارد لازم نحط الاحتمالين لأنه هذا خط جداً مهم حالياً الـ 41 لازم البيتكوين يستمر فوقه لفترة يومين ليعمل ثبات وبعدين ينطلق اذا ما صار هالشيء ممكن نرجع نشوف انخفاض لـ 33 أو 32 فلازم يكون منتبهين هاي الفترة كتير حساسي أصدقائي ولكن الشيء الإيجابي أصدقائي ولازم بتكلم عنه للمستثمرين هلأ بدينا نشوف فعلاً في أشخاص في حكومات في البيتكوين حالياً تغير كيف كان قبل 2014 و2013 يعني كان البيتكوين فقط حسراً بمجموعة من الأشخاص بالدارك نت فقط وكان يعني لسه مفهوم البيتكوين مخيف لكتير من الناس هلأ بس نشوف أشخاص كبيري مثل هذا ومثل إيلون ماسك مثل غيرهم من الناس بدأت فعلاً وحكومات بدأت فعلاً تدرس فعلاً البيتكوين كأسيت أوف فاليو مقابل الدهب هذا الشيء للمدى المتوسط والبعيد أصدقائي صدقوني أنا لهيك دائماً بقول دائماً يعني خلي هذا الاستثمار هو استثمار طويل الأمل يعني سنة سنتين ثلاثة مثل كأنك عم تستثمر بالدهب مثل عم تشتري كيلو دهب تحطه بالبيت فرضاً يعني أوكي يا أصدقائي فهذا الشيء مهم نحنا لازم نعرف أنه البيتكوين يعني مع الوقت مع الزمن لأنه كميته محدودة أصدقائي فقط 21 مليون قطعة بيتكوين سوء إفر رح تكون موجودة فدائماً الديماند رح يكبر عليها حبيت شارككم بهاي المعلومات ورح أعطيكم كل شيء جديد عم بصير بالسوق أول بأول مشان ظننا دائماً قبل الحدث وشوان بصير بالسوق تحياتي لكم أصدقائي ياريت اللي ما عمل اشتراك بالقناة يعمل اشتراك بالقناة تفعيل جرس الإندار وإن شاء الله بلتقي معكم بيوم غد إذا في أي تحديث أي أخبار جديدة ممكن تحرك السوق رح نذكرها بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر